تحت رعاية رئيس المجلس الأعلى للصحة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة نظمت سفارة جمهورية كوريا في مملكة البحرين المنتدى البحريني الكوري للرعاية الصحية 2018 تشكيل إطار من التفرد والتميز في طبيعة العلاقات الدولية دائما ما يلمع بريقه في سماء عديد من التقاربات والأطر المتنوعة كتلك الآخذة بالنمو والتقدم جنبا إلى جنب نحو توحيد الرؤى المستقبلية وغير بعيد عن ذلك يطل علينا المنتدى البحريني الكوري للرعاية الصحية ليعكس جملا متناسقة في رؤية البلدين للارتقاء أكثر بسبل دعم أوجه التعاون وخاصة في مجال الخدمات الصحية المقدمة كوريا الجنوبية متقدمة من ناحية التقنية الطبية وتقنيات المعلومات الصحية وتقنيات المعلومات عموما فالحقيقة العلاقات معها دائما تكون فيها مجزية ومفيدة للبحرين الوجود يعني عدد من الجامعات في المنتدى هذه الحقه والي يعني تقد تقديمهم على اساس أن يعني عريمها في السم للمجتمع البحرين بإضافة إلى المستشفيات الموجودة هناك مستشفيات كبيرة وبعد يستعرض يعني في البحرين وإن شاء الله نحن عارسين يعني نتكلم معهم على اسنا نقوي العلاقات بين الجهتين يعني في المناحي بناحي التدريب ونواحي يعني يعني الشارات الطبية خاصة بالنسبة للتلمي ديسان وإذا كان في حاجة ممكن يكون في علاج بعض الحالات الصعبة في كوريا المنتدى قام على ترتيب التشاور بين مقدمي الخدمات الصحية الكورية ونظرائهم البحرينيين حيث تم عرض أحدث التقنيات والاستراتيجيات الصحية في جمهورية كوريا فضلا عن وضع الرعاية الصحية في كوريا وخطة التعاون بين كوريا والبحرين في قطاع الرعاية الصحية في المملكة في خطة واضحة عندنا منظمة على أساس أن شو نستقدم الاستثمار الخارجي البحرين عندها كوادر طبية وقاعدة كبيرة للاستثمار في القطاع الصحي وهذا هدف مرجو من الحكومة يعني أن نحاول نحن كأشخاص نحاول نساعد في الاستثمار في القطاع الصحي ككل كوريا البحريني التقيت بثلاث جامعات كورية لطرح فرصة لطرح تعاون بيننا وبينهم في مجال الطب التجميلي وتطوير الخبرات البحريني والأطباء البحرينيين حديث التخرج في مجال الطب التجميلي ومنحهم شهادة البور لأهلهم أن يكونوا أطباء استشاريين في غير المجال المنتدى شهد مشاركة عدد من المستشفيات الكورية المعروفة والمشهورة في قطاع الصحة هذا وقد وقع المجلس الأعلى للصحة اتفاقا مع مؤسسة كوريا للتأمين الصحي والتقييم للمساعدة في إنشاء بنية تحتية لنظام المعلومات الصحية لتنفيذ البرنامج الوطني للتأمين الصحي الاجتماعي في مملكة البحرين من المنتدى البحريني الكوري للرعاية الصحية يهدف هذا المنتدى إلى تعزيز العلاقة بين مملكة البحرين وجمهوريات كوريا وخاصة في مجال تحقيق التمييز في تقديم الخدمات الصحية وهذا ما تسعى له مملكة البحرين من خلال خطة الصحة الوطنية 2016-2025 إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين